من مختلف العواصم العربية جاءوا يتوحدوا حول القضية الفلسطينية هم شباب المخيم القومي العربي على بعد أمتار قليلة من فلسطين المحتلة في زيارتهم الحدود اللبنانية الفلسطينية لنا موعد في القدس وفي الأقصى وكلها بأيدينا إن شاء الله بأيدينا الشعب الفلسطيني وإن شاء الله نحن اليوم في المخيم العربي القومي اللي بنشتغل على الوحدة القومية والعربية وإن شاء الله بأيدينا العرب كلهم تتحرر فلسطين نتمنى كلش أنه تتحرر الأراضي الفلسطينية وما يبقى أي شبر بالعالم والعالم العربي إذا تحت احتلال إن شاء الله ييجي يوم هذا كله إن شاء الله نقدر نصير نحن كبلاد الشام بشكل عام بلا حدود نقدر نفوت على فلسطين ونحس أنه عن جد الوحدة موجودة من بلدة شبعا وصولا إلى بوابة فاطمة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وحديقة إيران في مارون الراس رفع المشاركون التحية لفلسطين وأهلها وأكدوا وحدة الساحات العربية تحت راية فلسطين والتشبث بالمقاومة في كل بقاع الأرض حتى تحريرها كاملة الحضور شباب المخيم القوم العربي هنا على تخون فلسطين يؤكد أن ما زال نبض المقاومة حاضر في كل دول والشارع العربي وأن وإن طبعت الأنظمة العربية سيبقى مشروع المقاوم هو المشروع الحاكم لدى الشعوب كما تعودنا منذ 30 عاما في حال انعقاد الدورة في لبنان يكون أهم يوم هو يوم زيارة الجنوب أولا لأن الجنوب بصفة المقاوم الصامد صاحب العطاء وسانيا والأهم أيضا لنشم هواء فلسطين معلم مليتا الشاهد على انتصارات المقاومة كان إحدى محطات شباب المخيم حيث كانوا على موعد مع قصة تحرير خطها أبطال مقاومون بدمائهم فأصبحوا نموذجا يحتذى به في مواجهة الاحتلال وهزيمته فلسطين هي البوصلة والقضية التي لن تنحرف عنها الأمة العربية هذا ما يؤكده الشباب في المخيم القومي العربي شباب يؤمنون بأن النظر إلى فلسطين من خلف هذه الجدران لن يطول وأن القيود ستزول حتما فرح عمر من الحدود اللبنانية الفلسطينية الميادين